اشتركوا في القناة كل سنة وكل حضراتكم طيبين ودايما تفضلوا بخير يا رب ودايما كل جمهور النادي الاهلي يفضل وراء ناديه طول حياته وطول عمره النهاردة اولى الخطوات الافريقية الى نحن نصل ان شاء الله للمباراة النهائية مباراة الدور التمهيدي في دوري ابطال افريقيا النادي الاهلي سوف يلاقي نادي اطلع برا هو النادي اسمه كده نادي اطلع برا هحكي لحضراتكم دلوقتي قصة اطلع برا ايه او لماذا سمي هذا الفريق باسم اطلع برا هقوله لحضراتكم حالا لكن مباراة مهمة مباراة صعبة في بداية فترات الاعداد دايما بتبقى المباراة الاولى هي مباراة صعبة جدا جدا على اي فريق مهما كان ثقة للفريق اللي قدامك او اللي انت بتلعبه او ثقة للفريق المنافس بتبقى عندك نوع من الرهبة نوع من الخوف شوية لان البطولة الافريقية كمان بالنسبة لنادي الاهلي هي بطولة بعيدة جدا او كانت بقالها ثلاث سنين بعيدة جدا عن نادي الاهلي الناس هتستغرب ليه بقول ثلاث سنين بعيدة هي كده النادي الاهلي كده جماعة فيه اندية تانية بتقعد بالعشرين وبالخمستاشر في مصر وفي كل العالم يعني او في كل افريقيا يعني اندية كتيرة جدا بتقعد لفترات طويلة عشر او خمستاشر سنة ما بيقربوش ناحية البطولة الافريقية النادي الاهلي في خلال ثلاث سنين او اربع سنين ما خدش البطولة الافريقية وبالتالي جمهور النادي الاهلي عايز ياخد هذه البطولة جمهور النادي الاهلي ينتظر هذه البطولة النهاردة أولى خطوات إن شاء الله نحن نصل إلى المباراة النهائية وناخد هذه البطولة تدعمات كبيرة جدا جدا بدأها مجلس إدارة النادي الأهلي مع لجنة التعقدات في النادي بداية من شهر واحد اللي فات البداية كانت بحوالي 8 أو 9 لعبين في شهر واحد النهاردة أو في الصيف زي ما حضراتكم شفتوا أربع صفقات صفقات اللي بيحتاجها الجهاز الفني فقط هو اللي بيعيشتغل عليها النادي الأهلي مش في دماغنا إن إحنا نروح نخطف من نادي تاني نشوف نادي التاني بيعلي إزاي وإحنا نعمل كذا لا إحنا كل تفكيرنا الجهاز الفني عايز لعبين اللعبين دول مجلس الإدارة بيروح عليهم عشان يجيبهم ومن الأندقة بتاعتهم زي ما حكيت لكم كده قصة محمود متولي وماذا فعل كابتن محمود الخطيب المشرف العام على كرة القدم ورئيس مجلس إدارة النادي الأهلي وقال لكم دايما إن كابتن محمود دايما بينظر إلى المصلحة العامة وليس لمصلحة أي شيء ولكن المصلحة العامة هي اللي دايما بتغلب جمهور الإسماعيلي جمهور كبير أو محافظة إسماعيلية محافظة كبيرة جدا في مصر وبالتالي ما ينفعش يحصل ما بين النادي الأهلي وجمهور الإسماعيلي الكلام اللي كان بيتقالي الأول لكن احنا دلوقتي الكل بينظر إلى شيء واحد فقط وهو إن الدوري يسير بشكل منتظم خلال الفترة اللي جاية وإن شاء الله نادي الأهلي والأندي اللي بتلعب في البطولة الأفريقية تفوز بالبطولات الأفريقية إن شاء الله نادي الأهلي يفوز بالبطولة الدوري أبطال أفريقيا وبقية الأندية اللي بتلعب في البطولة الكنفترالية ربنا يكرمهم إن شاء الله لكن في النهاية حاجات مهمة جدا ومباراة مهمة جدا وفي يوم صعب جدا أنا عارف النهاردة اليوم صعب النهاردة طبعا كل الناس قامت النهاردة صلاة الفجر وبعد صلاة الفجر صلاة العيد وبعد صلاة العيد الدبح اليوم كان طويل جدا للنهاردة ولكن في النهاية مباراة النادي الأهلي بتبقى متنفس لجمهور النادي الأهلي مباراة النادي الأهلي كل جمهور النادي الأهلي بينتظرها وبيشوف مستنين النادي الأهلي هيعمل إن شاء الله تبقى مباراة جيدة إن شاء الله تبقى مباراة طليق باسم النادي الأهلي زي ما حضراتكم دايما متعودين معنا خلنا نطلع لزميلنا كريم أحمد وقوله طبعا كل سنة هو طيب وكل جمهور النادي الأهلي طيبين